بسم الله الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله يبقى معنا القسم الأخير من هذا المتن المبارج بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الله الرحيم نزر عقرق وشو كتاب وشو كتاب وشو كتاب وشو كتاب وشو كتاب وعقرق بولك جسو اسأل الله سبحانه وتعالى نخترني ولكم بالتوحيد آمين الله تلابا دوسع دي جنب ولم يالفارسون قلبوهم بسرعينا ذكر في هذا الخاتم ما تعلق بالإيمان بليوم الآخر أكبر أن الله سبحانه وتعالى ترضى على الخلق الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله نعم وذكر تعريف ابن القيم رحم الله للطاغوت الآن من المتة في العرب بلطاغ الدوائم تجاوز الأحد في الأحجار ونحن نحن نجد على أحدها مثلا تجاوز الأحد في المراء ووطئهم في معصرت الله تجاوز الحد في العلماء وطعام في معسد الله نعم وذكر أن التواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة رؤوس التواغيت نعم الأول كتبت الأول امن أمن أمن دائما لا تكلم لا تكلم أخير أخرى 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 اخرى فإنسان أصلاح والإنحنالك إنه لا تكلم فأنت تغيب مثال اي اي عبادة لافكر مان داع الناس لعبادة نفسي مثل فراو ها راضية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبت يجب أن يكون قائد من الأمر في نفسه الثالث من تدعى شيئا من علم الغيب الرابع ترتن شتوري قايصا بير كيشنكي بير قايب نرسة كافر كفر أكبر وكاذب والله بل دينا من الدين ودين شغلتوا من قابر وانان دينا من قلبك جلغان الخامس من اعتقد أن الحكم بما أنز الله لا يصل أو حكم فلا من الناس والقوانين والطاوغيت مساوي لحكم الله وحسن إذا اعتقد كفر كفر أكبر أما إذا اعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق وهو الأصرح للبلاد والعباد لكن يقدم حكم القوانين لحوا في نفسه حب رياسة حب منصف فهذا كفر دونة كفر كفر أصغب كفر غير مخرج من الم الله على خطر عظيم كما ذكرنا لكم فيما تقدم أننا نريد أن نتعلم الحكم على الفعل أما حكم على فلان حكم على حكام حكم على كذا هذا نرجع فيه كبار العلماء نتعلم اللغة العربية نصحح القراءة نصحح القراءة نترك اللغة الأخرى هذه ليست اللغة اللغة المسلم هي اللغة العربية السبب ليست سوى نترك اللغة العربية نترك اللغة العربية مشكلة اللغة المسلمة من أسباب انتشار البدع انتشار الخرافات يصري على الفعل لكنهم لا تعلمون اللغة العربية نترك اللغة العربية يظن أنه طالب علم. طيب أنا طالب علم أعرض هذا الذي أصنع على ما يقول العلماء على ما كان عليه السلف. أنا لا يمكن أن أنتسب إلى السلف فقط بالكلام. لابد أن أطبق هذا عمليا. هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن ، تركوا تعلم اللغة ، تركوا العلم ، تركوا التعليم تركوا التعليمين. سبصث عن الملاع الأموذ재 علم أول أولئك أو القران علم وجهة الأولى ، تركوا تركوا علم وجهة الأولى ، اولئك لا أصدق لكي نعتمد مقادن لا أصدق لي بوزن. لا يعني امامها. لا يعني أصدق لكي كان لازمتكم لهذا السلف الصالح تطبيق عملية هل نحن نزيد أو ننقص في هذه البلاد يعني العدد يزيد أو يقل إذا كنا لا نزيد معنى هذا لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رقل سأل أبو سبيان رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يزيدون قال نعم يزيدون إذن لابد أن نزيد لابد أن تعاون لابد أن ندعو إلى الله نعم نتعلم وناعمل ونادعو ونجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أجمعنا بنبي عليه الصلاة والسلام أجعلنا من من استمع القول فأتبع حسنا وأسأله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم وللمسلمين والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم أجزاكم الله خير أسأل الله سبحانه وتعالى أجزاء خير الجزاء كل من كان السبب في إقامة هذا اللقاء والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله الصحبه وسلم أجزاكم الله خير أجزاء خير شكرا